أهلا أحبائنا مشاهدينا اليوم سأتكلم عن ثلاث أنواع من الإيمان فأي نوع من الإيمان يمكن أن يرضي الله بصراحة هذا الموضوع كان شغلني من زمان من أكثر من عشرين سنة كنت مع صديق إلي زميل وكنا ركبين بسيارة خادم معروف من مصر القص رضا عدلي وابتدى يشاركني بفكرة الإيمان وهذا ما أريد أن أشاركه في هذا اليوم فالرب شغلني أن أتكلم في هذا الموضوع ثلاث أنواع من الإيمان النوع الأول هو الإيمان العقلي إيمان الشياطين ولا ربما تسأل هل الشياطين عندهم إيمان كلمة الله تقول بكل وضوح نعم مكتوب أنت تؤمن أن الله واحد حسنا تفعل والشياطين يؤمنون ويقشعرون وطبعا هون بيتكلم عن الإيمان الحقيقي الناس اللي بتدعي الإيمان إيمان سطحي أو إيمان مجرد عن معرفة لكن خالي من الثمر وخالي من العمل أيضا فبيعطي مقارنة طبعا أنه الإنسان بيخلص بالأعمال أي مقصود أعمال الإيمان نحن لا نخلص بالإيمان والأعمال لكننا نخلص بالإيمان لأعمال قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها والتوبة لازم تصنع ثمر والإيمان لازم يكون له ثمر عملي فالرسول يعقوب بيتكلم عن إن إبراهيم فعليا أراد أن يذبح ابنه فحسب له برا فإذا هذا النوع من الإيمان هو إيمان مزيف فالشياطين تؤمن بيسوع المسيح والدليل أنه لما كان يسوع موجود على الأرض وحينما كان يحضر حضور يسوع كان طبعا يثير الشياطين فتصرخ صارخة وتعبر عن هوية يسوع المسيح فالشياطين كانت تؤمن بسلطان يسوع المسيح كانت تؤمن أنه القدوس البار كانت تؤمن أنه من الله وكانت تؤمن كما قالوا ليسوع أتيت لتهلكنا قبل فوات الأوان يعني يؤمن أن المسيح هو الديان ويؤمن أيضا أنه المسيح أو يسوع هو ابن الله وهذه كلها بشهادة الشياطين مع أن المسيح لا يحتاج إلى الشهادة لأنه كل مرة كان بيتكلم مع الشيطان كان بيؤمر بسلطان أن يخرج الشياطين هذا النوع إيمان مزيف إيمان لا يأخذ أي شيء إيمان عقلي وهذا الإيمان بحاول يحلل كل شيء في عقله يمكن عنده معرفة عقلية عن يسوع المسيح أو عن تاريخية يسوع المسيح ولكن ما وصل هذا الإيمان أبعد من فكره لم يصل إلى قلبه أيضا فالإيمان أحبائي هو يعني مبني على كمان الريزن وعلى طبق من المنطق فإذا الإيمان لا يناقد العقل أو العقل لا يناقد الإيمان لكنه يتطفق مع الإيمان نؤمن أن الله موجود وهذا يتطفق مع إدراكنا العقلي في هوية الله حتى هذا النوع من الإيمان الشياطين فهمينه لكنهم يؤمنون ويقشعرون لأنه عارفين مصيرهم مصيرهم البحيرة المتقدة بنار وكبريت وعذابهم إلى أبد الأبدين هذا الإيمان لا يخلص أما النوع الثاني هو الإيمان النقلي وهذا هو إيمان الأقدمين هذا النوع إيمان جميل حلو بسبرده ما بيخلص هذا الإيمان يمكن إبراهيم نقل هذا الإيمان لإسحاق ويعقوب وهكذا ينتقل من جيل إلى آخر لكن مبني على أساسات أنه يعرف الشخص على ما فعل الله بيتكلم عن اختبار صلاح الله وطرق الله ومعاملات الله مع تاريخ شعبه لكن إذا الإنسان ما أخذ القرار الداخلي في حياته طبعا مش راح يفيد أي شيء فالإيمان النقلي هو إيمان الأقدمين وكثير مرات إحنا بنفتخر بإيمان الآباء والأجداد ونفتخر بتاريخ كنيستنا أو تقليدنا أو إلى آخره لكن هذا الإيمان لا يخلص إذا أنت من جوه داخليا ما تبت أو خلصت أو رجعت للرب يسوع فأنت لا تخلص على إيمان أبوك أو إمك وأنت لا تخلص على إيمان عقيدتك أو كنيستك فأنت تخلص بالإيمان بالرب يسوع المسيح وبعطيكم مثل في مثل واضح بالكتاب المقدس برص الرسول بيتكلم عن إيمان تيموثاوس ابنه تيموثاوس بالإيمان ويقول عن هذا الإيمان الإيمان الذي سكن أولا في جدتك لويس ثم في أمك أفنيكي وأنا موقن أنه فيك يعني ساكن هذا الإيمان فيك ثم بيستمر في رسالته إلى تيموثاوس يقول لتيموثاوس وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح تيموثاوس كان عنده خلفية حلوة من سته لأمه لحياته ثم تقابل في يوم الأيام مع بورس الرسول وآمن بالرب يسوع المسيح فتغيرت حياته تغييرا جذريا لأنه آمن بالرب يسوع المسيح إيمان جميل لكنه محدود إيمان شكلي هذا الإيمان أو نوعه لا فائدة ولا قوة ولا تأثير على الآخرين إيمان اسمي برضو أعطيك مثل تاني في يحنى 11 في آية 3 مكتوب فأرسلت الأختان إليه أي ليسوع المسيح قائلتين يا سيد هو ذا الذي تحبه مريض فأجاب يسوع وقال هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجد ابن الله فيه والغريب إنه مكت يومين وبعدين راح لبيت عنيا وهناك هو في طريق لبيت عنيا شرقي جبل الزيتون ركدت مرثة لأنه سمعت يسوع جاي وأول عبارة قالت ليسوع يا سيد لو كنتها هنا لم يمت أخي كان هذا الإيمان محدود بقدرة الرب يسوع المسيح قال لها يسوع سيقوم أخوك أجابت وقالت أنا أعلم أنه سيقوم ولكن في القيامة في اليوم الأخير هذا إيمان عقائدي إيمان شكلي إيمان يعني محدود إيمان طقسي إيمان عنده معرفة لكن مش الإيمان الذي يشغل ويفعل في هذه اللحظة ثم أحبائي قال يسوع إن آمنت ترين مجد الله وهذا الإيمان الغير محدود قالت له أنا أعلم أنا أؤمن أنك ابن الله وفعلا لإثبات هذا الكلام ذهب المسيح أمام القبر وصرخ وقال ألي عازر هل أم خارجه كثير من المسيحيين الإسميين عندهم هذا الإيمان إيمان الآباء والأجداد ويمكن جاي من خلفية كثير كثير حلوة بس للأسف هذا النوع مش راح يخلصك هذا النوع بيخليك إنساني كويس إيمان جميل في المجتمع محترم محافظ إيمان عندك معرفة اليوم كثير عندنا في الأرادة المقدسة كثير ناس بتعرف عن المواقع بتعرف عن الكنيس بتعرف عن تاريخ الكنيسة بتعرف يسوع كان في هذا المكان وفي هذا المكان وهنا علم وهنا صنع المعجزة هذا كله لا يكفي هذا ما أجبت الشخص اللي كلمني عن يسوع لكن هنا مش المعرفة يعني إنه أعرف عن يسوع أعرف يسوع شخصيا المعرفة الاختبارية أو الإيمان الاختباري يحولني من الشكل من الإسم من العقائد من الأصول من مجرد إيمان مبني على أساس على الآباء والأجداد إلى إيمان يشغل ويفعل عندها قال يسوع أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حياً وآمن بي لن يموت إلى الأبد وطبعاً البشير يحنى بيقول هذه كتبات لتؤمنوا أن يسوع هو ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه فإذن الإيمان العقل إيمان الشياطين والإيمان النقل هو إيمان الأقدمين ثم الإيمان القلب هو إيمان المفديين لا أنسى كنت بتكلم في مؤتمر في أوروبا وجاء واحد بدرس كان بدرس شريعة إسلامية من مذهب الوهابة هو مصري لكن كان عايش في السعودية ولسبب ما ترك دينه معرفش ليش وصار ملحد مش عاوز يآمن في أي ديانة لكن سمع في هذا المؤتمر أنه أنه في كتير مسلمين عم بيجوا للمسيح فأجأ يحضر وبعدين لما تكلمت معاه قال هذه العبارة لاحظت أنه الناس عم تؤمن بالمسيح بالمشاعر كل تلو مظبوط في ناس بتآمن في المشاعر بس في ناس بتآمن عن قناعة مقتنعة عقليا وقلبيا أيضا شو رأيك أنك تحضر المؤتمر وبالنهاية احكيلي شو رأيك في آخر المؤتمر وأنا نسيت بصراحة أنه حت حكينا مع بعض على وشك أنه أترك المؤتمر نادى علي قال لي نزار شهين تقول لي تفضل قال لي على فكرة أنا أحكيلك شغلي أنا حاليا مقتنع كل القناعة بيسوع المسيح عقليا ولكن ما أريد أن أقوله لك أنا أؤمن بالمسيح قلبيا تغيرت حياته هذا هو إيمان القلب إيمان المفديين مكتوب لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص تعرفوا أحبائي الرب يسوع المسيح في إنجيل مرقص إصحاح 11 قال ليكن لك إيمان الله تخيل هذا الموضوع ثم يقول عن هذا الإيمان تقول لهذا الجبل انتقل فيطيع فإذا هذا الإيمان الذي ينقل الجبال ثم في رسالة يعقوب يتكلم عن إلي إلي كان إنسانا تحت الآلام مثلنا لكنه صلى شو كانت صلاة إلي بالإيمان وقف السماء ثلاث سنين ونص حجز المطر وبعد ثلاث سنين ونص صلى رجع المطر للأرض طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها ثم هذا الإيمان هو الإيمان الشافي وصلاة الإيمان تشفي المريد أحبائي هذا النوع من الإيمان قال عنه يسوع إن كان لك إيمان مثل حبة خردل تستطيع أن تحقق أمور مستحيلة أكبر إهاني وأعظم إهاني للرب دايما هو عدم الإيمان لم يستطع أن يصنع قوات كثيرة في بلده في الناصر لعدم الإيمان مش لأنه ما بيقدر في سفر العدد الله كان بيتساءل حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونني بيتكلم عن الآيات اللي فعلها أمام الشعب في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاحي الأولى مكتوب وأما الإيمان فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى في آية ستة على طول مكتوب ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن يؤمن أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه يؤمن بوجود الله يؤمن أنه الله يجازي ويكافئ هذا الإيمان وهذا الإيمان اللي بيمجد الله وهذا الإيمان اللي بتنال في الطلب وهذا الإيمان اللي بيقودك إلى نعمة الخلاص وهذا الإيمان اللي بيستمر معاك خلال رحلة الخلاص أنك تصلي وتطلب وهذا الإيمان يستطيع أن يعمل أمور عظيمة جدا قال الرسول يعقوب في الإسحاح الأول والآية 6 ولكن ليطلب بإيمان غير المرتاب البتة تعرف حبائي في كتير أنواع من الإيمان هاي أنواع بس يمكن اللي عاوز أقوله في إيمان شكلي في إيمان اسمي في إيمان بتتورثه في إيمان يعني مهما كانت أنواع الإيمان الله بيتجاوب مع الإيمان اللي فيه روح الرب بيلمس كيان الإنسان فبيكون عنده القناعة الكاملة عقليا ويأخذ قرار بالإرادة ويؤمن بالقلب إيمان كامل فيخلص على أساس ما فعلوا الرب يسوع المسيح واليوم أنت يمكن عم تسمع كتير خدمات على التواصل الاجتماعي وسمعت الرسالة عدة مرات وصار عندك معرفة كتير يمكن المعرفة بتنفخ لكن هل فعلا هذه المعرفة تشغل وتفاعل هذا الإيمان اللي فيك إلى درجة أنك تشوف أمور الله بحققها في حياتك كتير مرات منعيش ومنكبر ومنموت وإحنا غير مدركين ولا محققين الهدف أو الدعوة اللي الله دعانا إلها هذا كله بنخده بالإيمان بالإيمان نسلك أحبائي وهذا الإيمان الذي يحرك يد الله وتشل يد العدو إن هذا الإيمان اللي أنت بتنال فيه بتنال بالإيمان كل ما تطلب في اسم الرب يسوع المسيح واليوم أحبائي يمكن أنت عندك معرفة عن يسوع لكنك لم تختبر يسوع شو رأيك اليوم تحط ثقتك؟ قل لي يا رب الإيمان تعال اسكن قلبي وغير حياتي وخليني أكون إنسان حقيقي تابع حقيقي لإلك ويمكن أنت غير مسيحي عم تتساءل عندك تساؤلات على هذا موضوع الإيمان هل صليت إذا أنت تؤمن إنه الله موجود وإنه الله حي وإنه الله بكافئ إيمانك إذا أنت طلبته من كل القلب تطلبونني فتجدونني إذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم فأوجد لكم شو رأيك اليوم؟ تقول له يا رب أنا كنفيوز أنا مشوش في كتير ديانات وكتير أقوال إذا أنت حق وحقيقي اعلن ذاتك لإلي وبصلي من كل قلب اليوم أنك تختبر الإيمان القلبي اللي بيغير حياتك وبيعطيك الحياة الأبدية وبيعطيك غفران الخطيئة واسمك بينكتب في سفر الحياة هل تريد اسمك اليوم يكون مكتوب في سفر الحياة؟ شو رأيك؟ تحط إيدك في إيد الرب يسوع المسيح إذا أنت صليت محب أسمع منك شارك هذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن قائية بارك الرب يحميك والرب يباركك وإلى اللقاء بتأمل جديد بنعمة الرب شكرا